بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في الجزء الثاني من محاضرتنا الخاصة بالكوست مانجمينت المحاضرة دي كنا خدنا الجزء الاولاني وتكلمنا فيه عن الانتروداكشن وتكلمنا على البلان كوست مانجمينت وقلنا ان الشابتر ده فيه اربع عمليات بلان كوست مانجمينت اسمت كوست ديترمن بادجت كنترول كوست اول ثلاثة منهم موجودين في البلانيج مرحلة البلانيج واخر واحدة موجودة في مرحلة المونيتور اند كنترول مفيش حاجة موجودة في الانيشيشن ولا في الاكسكيوشن ولا في الكلوزينج البروسيس اللي هناخدها النهاردة هناخد الاستمت كوست وهناخد برضو موضوع الديترمن بادجت نبدأ بالاستمت كوست البروسيس دي مشابه بشكل كبير لعمليات الاستميشن اللي كانت موجودة في الشابتر اللي فات بتاع الطايم باعتبار ان الاتنين يعتبروا استميشن تقدير فهنلاقي يعني معظم الامبوت او التولز والتكنيكس مشابه بشكل كبير للعمليات اللي اخدناها قبل كده طيب انا محتاج كوست مانجمنت بلان اللي بتديني بيزيس او قصص ازاي ان انا اعمل استميشن سكوب بيز لاين ايه هي الايتمز بتاعت المشروع عشان اعمل لها استميشن همان ريسورس مانجمنت بلان خطة ادارة الموارد البشرية عشان ابقى اكيد هعمل استميشن للموارد البشرية اللي موجود عندي جدول الزمني بحيس ان انا وانا بعمل تقدير اعرف ارسم الكيرف الزمني الخاص بالتكاليف زي ما نشوف بعد شوية الريسك ريجستر سجل للمخاطر هنتعرف عليه في الريسك بس طبعا احيانا بعض الريسكات بيبقى انا مش قادر نعمل لها ريسبونس معين فاشل لها فلوس على جنب احتياطي كده مبلغ احتياطي على جنب اسميه ريزيرف فبالتالي انا محتاج اعرف تأثير ده او الامباكت بتاع الموضوع ده على الكوست الانتربرايز انفيرومينتال فاكتورز والورجنيزاشنال بروسيس طيب سريعا ندخل فيه التولز والتكنيكس اللي عندي مقصود باننا ناخد في اعتباري جميع التكاليف اللي هتجبدها او اللي هدفعها عشان اوصل لجودة كويسة التكاليف دي ممكن تكون بعد ما اشتغلت او قبل ما اشتغل هنتعرف عليها لها تفصيلة جميلة جدا هنتعرف عليها في شابتر الكواليتي بس هي الفكرة بس ان احنا نبقى عارفين ان تكلفة الكواليتي مش بس تكلفة بتاعة الاصلاح ان الحاجة طلعت غلط فبصلحها لا ممكن كمان ان انا عايز امنع المشاكل انها تحصل فان انا اخد بريفينتيف اكشن وادفع علي فلوس دي تكلفة لمنع حدوث مشاكل في جودة المنتج الابريزنج او الريورك كل دي امثلة من امثلة الكوست اوف كواليتي هناخدها بالتفصيل في شابتر الكواليتي فيندر بيد اناليسز لا شك ان كلنا عارفين البيد اللي هو موضوع العطى والاناليسز التحليل فبعض الناس ممكن يبقى اما عندوش فكرة عن الموضوع ده ان لما عايزين ننفذ حاجة بقى اقل سعر بنعمل زي بيدنج او بنعمل تندر والتندر ده اللي هو العطاء او زي مناقصة ونقول للناس كل واحد يقدم سعره وبالتالي اخد الاسعار دي واحللها واشوف ايهم اقل الاسعار عملية التناقص دي بسميها بيدنج الاوتبوت الرئيسي عندي هو الكوست استمتس انا بعمل استميشن للكوست عشان يبقى عندي كوست استمتس تقديرات للتكاليف الكوست استمتس ممكن تبقى مكونة من العناصر اللي موجودة قدامنا الدايركت كوست دايركت كوست كنا عرفناه في المحاضرة اللي فاتت وقلنا هي التكاليف المباشرة على المنتج اللي هي ما تعتبرش مش محملة عليه لا دي خاصة بي فقط بي دايركت كوست زي الليبر ماتيريال اكويبمنت سيرفيس فاسيليتيز اي تي كوست فاينانسينج تكلفة التمويل يقصد بها الانترست بمعنى ان انا لو معيش فلوس عشان اعمل الحاجة واضطريت ان انا اعمل اقتراض فبدفع على الكارد دا فلوس انترست او فايدة فدي تعتبر تكلفة فده جزء من التكلفة الانفليشن اللي هي التضخم اللي بيحصل العلاوة بتاعة التضخم او الزيادة اللي هتحصل بسبب التضخم الاكستشينج ريت المعدلات بتاعة صرف العملة تغير في معدلات السعر الجنيب ينزل قدام الدولار بيعلى واكذا ده لا شك انه ايه مفروض انه يتاخد في الاعتبار ككوست اسمت الكنتنجنسي ريزيرف كنا قلنا الريزيرف او الاحتياطي بيبقى جزئين كنتنجنسي ريزيرف ومانجمنت ريزيرف الكنتنجنسي ريزيرف ده محطوط لمخاطر معينة المخاطر دي انا عارفها ومحدد اسمها بس ما عملتش ليها ريسبونس معين يعني لو هتحصل الخطر ده لو حدث انا مش عارف هتصرف ازاي فجبت له جزء معين اسمه كنتنجنسي ريزيرف مبلغ من المال كده حطه على جنب بليه بس خاص بالريزيرف ده اما في نوع تاني كان اسمه منجمنت ريزيرف ده مش لمخاطر معينة للمخاطر بقى اللي ما حددنهاش اللي مش عارفينها طيب مين اللي بيحطه مدير المشروع قلنا لا اللي بيحطه هو المانجمنت انشورانس فيز لو في تكاليف ليه التأمينات تاكسس درايب الاوفرهيد اوفرهيد سواء كان في السايت او في المين اوفيس السايت اوفرهيد اللي هو مجموعة الاسطاف مهندسين ومشرفين وكده المين اوفيس اوفرهيد المهندسين اللي موجودين في المكتب الرئيسي اللي بيخدموا على المشروع نفسه من دروينجز او سبميتلز وخلافه من دمن الأوتبوت عندي بيزيس اوف استميتس البيزيس اوف استميتس مقصود بيها وانت بتعمل استيميشان هل فيه افتراضات معينة افتراضتها هل فيه قيود كانت يعني مقيداك في عملية التقدير نفسه مستوى الدقة اللي انت اشتغلت بي ايه دي كلها تعتبر بيزيس اوف استميتس البروز اللي بعد كده تتيرمين بوجت الهدف من البروزيس دي ان انا اخد الاستميشانس اللي فاتت اللي خاصة بكل اكتيبيتي واعمل لها اكوميليشن او ان انا اعمل لها تراكم فوق بعضها احتجمعهم مع بعض في حاجة واحدة عشان اوصل للكوست بيزلاين عشان اوصل للبودجت بتاعت المشروع يبقى هو ده الهدف من ديتيرمين بودجت ان انا اجمع التفاصيل الصغيرة اللي هي الاستيميشن بتاع الاكتيبيتيز المنفصلة عشان اجيب البودجت الكلية الانبودس اللي عندي سكوب بيزلاين اكتيبيتي كوست استيميات كل ده اللي خدنا من الفلات البروجيكت سكيجول الريسورس كالندر ريسك ريجستر اجريمنس ارجانيشنال بروسيس اسس لا شك الاجريمنس ممكن ديتير الجديد علينا الاجريمنس هيبقى موجود فيها ان انا اتفقت مع مثلا مكتب استشاري معين انه يعمل لي ديزاين فبالتالي ده عبارة عن تكاليف مثلا ما كانتش محسوبة في نفسها في فمحتاج ان انا اضيفها مثلا او في الاجريمنت ممكن ساعات بيبقى فيه شروط معينة الشروط دي بتقول لي ان مثلا طريقة الدفع هتبقى بالطريقة الفلانية طريقة التمويل هتبقى بالشكل الفلاني ان كل مثلا ست شهور هيبقى دفع كذا مثلا للتمويل او ان انت لما هتعمل مستخلص هتاخده بعدها بخمسة واربعين يوم دي تعتبر ايه الشروط اللي في الاجريمنت الخاصة بالتمويل طبعا احنا بنتكلم على كوست ايه علاقة الزمن بالموضوع ايه علاقة خمسة واربعين يوم وستين يوم لا الموضوع ان انا مش بس بطلع كوست يعني ارقام فقط لا انا بطلع كوست بازلاين يعني ارقام متعلقة بالزمن يعني في كل وقت هحتاج قد ايه زي الكاش فلو كاش اين وكاش اوت انا هصرف امتى مقدار قد ايه يعني الشهر ده هصرف كام واللي بعده كام واللي بعده كام وكذا نفس الحكاية الكاش اين الشهر ده هقبط كام واللي بعده كام واللي بعده كام وكذا فعشان كده الكوست مش منفصل عن الطايم تمام فبالتالي ايه محتاج اننا يبقى الموضوع مرتبط بالعناصر الزمنية طيب سريعا ندخل فيه التولز والتيكنيكس اول حاجة موضوع فاكرين لما كنا بنتكلم على الطايم بوتوم اب وقلنا ان انا هجمع الطايم بتاع الاكتيبتيز وابدأ اعمل رول اب لموضوع الورك باكيج واللي فوقيها واللي فوقيها وكذا نفس الشيء بيتم هنا في الكوست ان انا بابدأ اجمع من ليفل الانشطة لليفل الورك باكيج لبعده كده لليفل الكنترول اكاونت اللي كنا قلنا عنه في الو بي اس وانه ده عبارة عن ليفل في الو بي اس بحسب عنه بحسب عنده التكاليف بتاعت الايتمز المختلفة سواء بعمل عنده استيميشن او كنترول وكذا افضل اعمل كوست اجريجيشن لغاية ما اوصل لليفل بتاع المشروع ككل طيب ريزيرف اناليسز عندنا نوعين من الريزيرف كونتنجنسي ومانجمنت زي ما شايفين في الشكل اللي قدامنا انا بيعندي كوست استمت معناها ان انا كل اكتيبتي معروف هيصرف قد ايه بعد كده فيه مخاطر اجي للمخاطر دي اللي هي معروفة بس مش عارف هتصرف فيها ازاي او هتطلع حاجة اسمها كونتنجنسي ريزيرف احتياطي طوارئ اللي اتنين دول على بعض بقى اسمهم كوست بيزلاين لو زودت عليهم المانجمنت ريزيرف اللي ريزيرف اللي حطاها الادارة العليا بقى اسمها كوست بودجت فبالتالي بالنسبة للمدير المشروع بيبقى عنده علم بالكوست بيزلاين وبيتصرف فيها تحت صلاحيته اما الكوست بودجت ما بتبقاش تحت صلاحيته يعني المانجمنت ريزيرف معناه اضاق ما بيبقاش تحت صلاحيته لطول والتكنيك اللي بعد كده historical relationships مقصود بالhistorical relationships تماما زي موضوع estimation analogous او parametric لما كنت بقول انا عندي معلومات سابقة ان المتر المسطح بيتكلف كذا فبالتالي باقدر احسب المبنى ككل يتكلف كم ده قلناه على cost estimates للactivities المنفصلة او للcost baseline نفس الحكاية بنقوله على cost budget historical relationships involve the use of project characteristics parameters to develop mathematical models to predict total project costs this results is parametric estimates or analogous estimates funding limit reconciliation بالنسبة للتمويل عندي لازم بيبقى يعني التمويل متوفر عشان اقدر اعمل المشروع بمعنى ان انا جيت قلت انا هعمل المشروع بجدول زمني معين الجدول ده بيقول انا هنفذ الخرصانات في الوقت المعين هنفذ التشتبات في الوقت المعين الـ MEP او الالكتروميكانيكال هيشتغل في وقت معين طيب الكلام ده عملته زمنيا طيب زمنيا كل حاجة لها سعر ابدأ ترجم الكلام ده لفلوس فبالتالي هعرف كل شهر انا هدفع كام طيب عشان اقدر ادفعه فعلا لازم يكون عندي تمويل لازم يكون الـ Client او الـ Owner هيدفع لي ثمن الكلام ده فبالتالي لازم الـ Owner يعمل لنفسه خط التمويل انا هدفع ايه امتى كل شهر مطالب ان انا ادفع ايه كتوقع طبعا يعني لسه ما ادفعتش ده على مستوى مثلا مدة المشروع اللي لسه بيبدأ النهاردة لكن محتاج انه يعمل التوقع ده عشان يوفر بالفعل التمويل اللازم وكتب لي احيانا لا يوجد تمويل مما يضطرك الى اعادة جدولة الانشطة بمعنى ايه ان انا لو جيت عملت scheduling وبعد كده عملت cost baseline وروحت قلت للكلاينت اعمل لي بقى التمويل بالشكل الفلاني هيقول لي هجيب منين انا ما عنديش انا عندي لا قيود معينة اقول له طب خلاص اديني القيود اللي عندك ويجي اخد القيود اللي عنده دي ان هو مثلا عنده investment معين متوقع بعد ثلاث شهور يجيب ارباح فياخد منه الارباح دي ويدهالي وبعد كده متوقع مثلا في حاجة هيبيعها بعد ستة شهور هيجيب منها فلوس وكذا فعنده مثلا خطة معينة للفلوس بتاعته مشي ازاي امتى يقدر يديني دفعات فبالتالي اخد انا منه الكلام ده وحطه على curve زي ما شايفين كده في curve اللي هو اللونه ازرق الكيرف ده بيمثل cost cost baseline او النفقات يعني او expenses اما الجزء اللي هو الكيرف الرمادي ده بيبين التمويل التمويل طبعا بيبقى steps بيبقى كل فترة دفعة كل فترة دفعة طيب لو انا لقيت ان لا انا مش التمويل ده مش هينفع بالنسبالي حجم الاتنين يا اما المالك يغير التمويل ده يا اما انا اغير شكل بحيث ان انا الجدول ده ما تغطف الاول لا افرده احاول انه هو يتأخر مثلا شوية طالما ما فيش تمويل او ان انا ارمي الانشطة لقدام شوية عن طريق استخدام التوتال فلوت بتاعها بحيث ان انا فعلا التزم بالتمويل لموفره للمالك طيب الاوتبوت الرئيسي عندي في العملية دي هو الكوست بيزلاين كوست بيزلاين زي الكيرف اللي احنا شايفينه اللونه ازرق ده عبر عن كل يوم انا هبقى اصرف ايه مخطط اصرف ايه النهاردة كام وبعده كام وبعده كام وبالتالي لما اعمل لهم تجميع تراكمي ابقى عارف النهاردة التوتال كام وبكرة المتوقع التوتال كام وبعده المتوقع التوتال كام لغاية ما اوصل لاخر يوم في المشروع المفروض يبقى صرفت كل البودجت المخطط انفقها هو ده الكوست بيزلاين او زي ما بنسميه اس كيرف ليه بنسميه اس كيرف لانه شبه الاس بيبدأ في البداية خفيف هادي كده زي ما هو مثلا ايه بادئ في الجزء الاولاني كده من الصف وطالع وبعد كده في مراحل متوسطة في المشروع بيشد شوية وفي المراحل الاخيرة بلاقي عمال بيهدأ ومعدل انفاق بيقل ده شيء طبيعي لانه في اول مشروع لسه ببدأ مشروع ما عنديش الريسورسس كلها جاهزة فبالتالي عمال عمل بس موبلايزيشن وابدأ بقى في الشغل مثلا بتاع الخرصانات او ان كان في شغل حتى مثلا ايتي ببدأ في البداية لسه ان انا جمع ريسورسس مش داخل بالفول كبستي في نص المشروع لا ببقى شغال فول كبستي وابدأ ان انا عمال اصرف واجيب واعمل وهكذا فاخر المشروع خلاص بقفل وعمل تستن وكميشن فعمال يعني بعمل ريليز للريسورس بتاعتي لو كان عندي مثلا معدات ولا كان عندي عدد مهندسين زيادة ببدأ عمال اعمل للكلام ده كله واستبعده من تكلفة المشروع المطلبات تمويل المشروع اللي كلمنا عنها اللي هي فقوية التمويل طبعا لا شك ان هي تستنتج من الكوست بيزلاين او اللي هو الاس كيرف اللي عندي بناء على الاس كيرف ده ببدأ ان انا ارسم الخط الرمادي المطلوب انا مطلوب التمويل يبقى قد ايه طبعا مطلبات تمويل في البداية انا ممكن استنبتها اقول ممكن تكون كذا بناء على الاس كيرف ده وعده كده اعمل اعمل معالجة للكلام ده طبقا لقيد التمويل ازاي اروح للمالك وقوله التمويل ده هتعرف توفره لي ولا لا هيقول لي اه اوكي خلاص هتوكل على الله اعتمد الخط هيقول لي لا مش عارف اوفره ابدأ اعمل ابدأ اوزع الانشطة بالشكل اللي قلنا تاني لغاية ما في النهاية اوصل لشكل مقبول الشكل المقبول ده هسميه ايه هسميه ومعه project funding requirements الكيرفين هوصل لكيرف بيقول ان النفقات هتبقى ازاي ومتطلبات التمويل اللي المالك موافق عليها هتبقى ازاي وبكده يبقى خلصنا الجزء التاني من محاضرة الكوست مانجمنت ومعدنا ان شاء الله يوم الاربع في محاضرة الجزء الاخير اللي هي هتكون خاصة بالcontrol والearned value